ورجعنا نحضركم مرة تانية بعد الاستراحة ودلوقتي مع الفقرة الطبية علشان دايما في مهارات عظيمة اهتمامنا مش بس بالاكل لكن كمان بنهتم ازاي نحافظ على صحتنا وخصوصا من زيادة الوزن اللي ممكن طبعا بسببها الاكل وهنتكلم النهاردة عن فوائد القهوة الخضرة واللي مشهورة جدا بقدرتها السحرية على انقاص الوزن طيب ايه العلاقة بين القهوة الخضرة وانقاص الوزن وازاي بيتم استخدامها كل ده واكتر هنعرفه النهاردة مع ضفتي المشرفاني من وراني في الاستودي دكتور دينة ابو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناترالز اهلا يا دود حبيبي عودا محمودا وعمرا مقبولة بإذن الله وشكرا لدعواتك الجميلة لنا كلنا حبيبتي والله يعني اسعدتينا بجد حبيبتي يا داندونة طبعا رحت الكيك مؤثر علي ومؤثر عليك دلوقتي ايه العلاقة والكبدة كمان وانا بتطرج قبل الهولة فضيعة ينور عين ان شاء الله احنا نخلص بإذن الله هنحفز على وزننا وهناخد حتة صغلونة قد كده قد كده مواد اللي بقوله قد كبيرة دي لأكل كل اللي احنا عايزينه بس ما نقطرش طب ما ده بقى جميل عدم الحرمان ده مهم جدا طبعا فيه ناس كتير يقولوا ايه القهوة الخضرة هي فعلا عامل اساسي ومهم جدا فيه ناس استبعت نظم للضايت وكانت بتستخدمها ونجحت معها جدا صح ولكن فيه ناس برضو تانية ما تعرفش فوايد القهوة الخضرة او ازاي هي تقدر تساعدنا في ان احنا نقص الوزن التاعن فكلمينا شوية كده عنها وعن فوايدها بعد ان نبدأ ندخل بقى في التفاصيل القهوة الخضرة ليها فوايد كتير جدا يا عزين لو هتكلم في انقاص الوزن فالقهوة الخضرة بتمنع امتصاص الدهون والكربوهايدريت فبالتالي بينزل عن طريق الاخراج الدهون والكربوهايدريت تاني حاجة بتزبط لي مستوى الكوليسترول في الدم بتزبط لي مستوى الدهون السلسية في الدم بتقلل لي الدهون السلسية في الدم طب ده ممتاز يدي دي ناس كتير مننا عندهم مشاكل طبعا والناس رفيعين عندها كوليسترول والحاجات دي خطر جدا 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 وأعمار صغيرة ومن أهم فوايد الأهوة الخضرة أنها مضادة للأكسادة من درجة الأولى بتقللي الأكسادة وبالتالي بتقللي التهابات الجسم فدي حاجة مهمة جدا للأهوة الخضرة كاملة عندي كمان ميزة مهمة جدا للأهوة الخضرة أنها بتعليلي معدل الحر وبتعلي الموتابوليزم وبتعلي القيد والتمثيل الغذائي فبالتالي بتساعد جدا على إنقاص الوزن بس مع الأهوة الخضرة لازم نحجم أكلنا مش هناكل كل حاجة احنا عايزينها ونقول نحن نشرب أهوة خضرة لازم يبقى المنظومة كلها مكتملة على بعض بالضبط طيب كلمينا بقى يعني خلينا نقول إحنا نارضا نتكلم عن كورس الكورس ده مهم لناس كتير الميزة فيه أنه حاجة مواد طبيعية مالوش تأثير على مخ ولا على أي حاجة في جسم الإنسان لأن في ناس كتير جربتوا يعني بتبقى قلقنا وحقهم طبعا فخلينا نتكلم النهاردة نقولهم الأول الكورس اللي معنا إيه وهو مكونات والعناصر اللي فيه إيه طبعا شركة بايو ناتشرلز أنتاجة كورس بيعمل على إنقاص الوزن بطريقة طبيعية وبطريقة آمنة وما بيشتغلش على السنترلز بتاعت المخ والكورس مرخص سواء من وزارة الصحة المصرية أو هيئة سلامة الغذاء المصرية فآمن جدا ومناسب لأصحاب الأمراض المزمنة ما فيش أي مشكلة عبارة عن الكورس طبعا أنا لما أجي عايزة أعمل إنقاص أو عايزة أخس ناس كتير عندها مشكلة شهية عايزة أخس بس عايزة أكل فده التارجت بتاع شركة بايناتشرلز آه ده الكورس طبعا الوكيل الحصري للشركة لهذه المنتجات هي شركة بايناتشرلز اللي أرقامها ظهر على الشاشة أول منتج عندي اسمه بيستا اللي هو على اليمين والشمال بيستا عبارة عن ساشتس أكياس بتتاخد قبل الوجبات الرئيسية بنص ساعة على كباية مياه كبيرة الأكياس دي عبارة عن إيه أنا بقول إنه جواها مواد طبيعية من الرقم واحد الألياف الألياف مهمة جدا يا عظيمة لإنقاص الوزن لسه كنا بنعمل حاجة بالرد ونقول والله الرد من ضمن الحاجات اللي هي فيها نسبة ألياف عالية الألياف مهمة جدا فالألياف مهمة فعلا ليه الألياف مهمة في إنقاص الوزن لأن الألياف لما بيجي أخذ ألياف على كباية مياه كبيرة بتنفش في المعدة وبتاخد حيس كبير في المعدة ففضل في المعدة حيس صغير أستقبل فيه الأكل لو أنا باكل طبقة دي كده مليان كربوهايدريتس رز ومكارونة وبروتين وحاجات كتيرة جدا طبعا البروتين مهم والكربوهايدريت مهمة لكن ما نفتحش في الكربوهايدريت هلاقي نفسي باكل أقل فدي الفوائد بتاعة الألياف طب إيه الألياف اللي موجودة داخل كورس بيستا أو داخل منتج بيستا الأمح والشوفان اللي اتنين دول مهمين جدا جدا لإنقاص الوزن وعايزة أقولك أن الأمح بياخد فترة في الهضم صح بيقعد فترة أطول في المعدة فعلا على مال ما بيتهضم عملية الهضم كلها فبعد ما بياخد بيستا وبتغدى بلاقي نفسي بالست ساعات فترة حلوة يعني طبعا أكيد وداخل كمان بيستا الكروميوم الكروميوم مهم أول زبط مستوى السكر في الدم مهم الحرق الضهون مهم لزبط مستوى الكوليسترول يعني كمان الكورس ده يصلح لأصحاب الأمراض المزمرة طبعا ضغط قلب سكر ما فيش أي مشكلة إطلاقا كويس عندي داخل كمان بيستا فيتمن سي فيتمن سي بيساعد جدا على حرق الضهون فأنا ببيستا هقلل الأكل بتاعي هقعد فترة طويلة مش حاسة أن أنا جعانة وهحرق الضهون المخزنة ده أول منتج عندي من شركة بيروناتشرلز اللي هو بيستا بيستا بيطعم الطفاح الأخضر فمش أحس أن أنا باخد دواء إطلاقا بيتحط على كوباية ماء كبيرة ويتشيرت بعديه مية كمان كل ما نديله مية كمان يبقى أفضل طبعا المية أساس كل حاجة حقيقة صحة المية اللي وحدها بتساعد على إنقاص الوزن وأحيانا لما باجي حس أن أنا جعانة قوي ممكن يكون أنا عطشانة بس المخ بترجمه بأن أنا جعانة طبعا تاني منتج عندي مهم جدا مع بيستا هو ELP Multivit أو ALPA Multivit ليه بقول ALPA Multivit لازم أخد مالتي فيتامين وأنا بخس عشان ما يقصر شو بقى شعري ووشي وبشرتي وكمان على فكرة فيتامين سي اللي في بيستا مهمة برضو تعارفة مهمة للبشرة برضو طبعا وعندي كمان ده الكورسة هو عبارة عن بيستا أو ALPA Multivit ALPA Multivit مهم جدا لأنه تدخل فيتامين سي عشان نضارة بشرتي وعشان تعزيز امتصاص الحديد ونسبة فيتامين سي في 500 ميلي جرام طبعا أنا شايف أنه حلو يعني احنا نشتريه أصلا لوحده ناخده لوحده صح صح فهو طبعا يعني نسبته كمان حلوة دي حلوة جدا طبعا كلميني على المناعة مهمة قوي المناعة بتاعته فترة الشتة دي فترة الشتة لازم على المناعة تغيير الجو والحرارة بيننا وبين الجسمنا بتفرق برضو طبعا عندي فيتامين سي داخل ALPA Multivit وكمان فيتامين سي بيعمل على إعادة بناء الكولوجين الكولوجين بروتين أساسي لصحة بشرتي لأن لو كولوجين قال على طول وش يطلع فيه تجعيد وعلى فكرة بيحصل مع بنات صغيرين في السنة طبعا يعني عمر في العشرينات عارف يا عظيمة أصلا أن الكولوجين بعد سن 22-23 سنة أوتوماتيك بين قص مننا كلنا فلو أنا ما حافظتش على نسبة فيتامين سي هيحصل تجعيد في بشيتي من سنة لعشينات فلازم نخلي بقى للمات الصغيرة كمان تخلي بقى للمات نمشي بالميكاب وتراعي الموضوع ده وحتى في للمات نمشي بالميكاب ده مش حلو خلص وحتى في إنها لما تاخد حاجة تخص أو بتعمل دايت تراعي موضوع البشرة طبعا طبعا أكيد عندي كمان داخل ALPA Multivit أقدر أقول لو هتكلم عن البشرة ممكن أقول فيتامين إي فيتامين إي Antioxidant من الدرجة الأولى رائع أجي بقى على فيتامين بي عائلة فيتامين بي طبعا فيتامين بي يعني تمثيل غذائي يعني ميتابوليزم عالي لكن الناس كتير مش عارفة أهميته لترتيب البشرة والأعصاب يزينا طبعا هو رقم واحد عشان كده مريض السكر لازم يقترين يخذوها مع الأدوية بتاعة تخفض السكر أكيد لكن كمان فيتامين بي بيساعد جدا على ترتيب البشرة ده مهم قوي عندي داخل ألبا مالتي فيت أقدر أقول الكالسيوم طبعا الكالسيوم مهم جدا وإحنا محتاجين كالسيوم كل يوم 1000 ميلي جرام الكالسيوم داخل ألبا مالتي فيت 70 ميلي جرام مهم لدعم عظامنا ودعم أسناننا ودعم انقباض عرضة القلب ومهم للشعر الناس كتير مش عارفة للشعر مهم ليه الكالسيوم والضوافر مهم ليه الكالسيا والكالسيا لما ينقص ممكن يعمل مود سوينجز يعني بتلاقي نفسك قاعدة زي حالات كده اكتئاب من وقت للتاني بيبقى نتيجة نقص الكالسيا طب خلينا قبل ما ندخل في باقي امتيازات الالبا مالتي فيد ناخد نشوف الحالة أميرة اللي جربت بيستا معنا ونشوف كده أخبارها إيه حكي لنا قصتك مع بيستا وإزاي ساعدك تخصي أميرة أبو شوشة سني 39 سنة وزني كان 140 كيلو وبقيت 85 كنت بعاني من الوزن التقيل من السمنة المفرطة وكنت عندي بطولة وما كنتش عارفة نزل الوزن في وقت بسيط أنا خدت بيستا وفرق معي جامد وكان منتج فعال جدا كنت بستخدم بيستا قبل الأكل بنصف ساعة وما كانش عندي أي مشكلة بطعمه ولا أي مشكلة خالص بالعكس طعمه هايل جدا بطعم التفاح هايل كنت باكل كل اللي نفسي فيه بكميات بسيطة لأن بيستا كان بيحسسنا بالشبع طول اليوم كنت مبسوطة جدا إن أنا كسبت بطولة الجمهورية بفضل بيستا وأنصح أي حد عنده سنة على طول من غير ما يفكر هي بيستا ورجعنا لحضراتكم مرة تانية هي حالة وعرغم إن أنا ما شفت الصورة قبل وبعد ما حسيتش الأول إن هي فيها يعني سمنة بس لما شفت بعد عرفت إن هي كان عندها المنطقة دي هي أصعب منطقة منطقة البطن هي أصعب منطقة وأخطر دهون هي الدهون الأحشاء هي بتتمركز في منطقة البطن لأن البطن هي الوغدة كل الأعضاء الحيوية بتاعتي فمهم جدا أي سيدة أو أي رجل عندهم الكرش أهم حاجة هم ينزلوه لصحتهم العامة صح وما نستناش لما يبقى كرش يدينا يعني إحنا ممكن ندفع الموضوع قبل ما يبقى مشكلة والله جد يعني بقونت إن إحنا حسنا إن فيه خطورة هنا لازم نبدأ لإن التعامل معها بيبقى أسخل خصوصا مع البنات الصغيرين طيب نكمل بقى في قلب مالتي فيد إحنا كنا وصلنا لأنه مجموعة بي كومبلكس وهو طبعا كمان فيه ميزة عن باقي البيتمنز الموجودة إنه هو الأعلى في نسبة الزينك الزينك طبعا فكلمينا عنه بقى هو والنحاس عشان إنتي قلت لنا النحاس بمهم يعني إحكي لنا بقى الزينك مهم لحاجات كتيرة قوي أولا إحنا يعني سمعنا أهمية الزينك للمناعة الثلاث سنين اللي فاته طبعا يعني أوقات انتشار الفيروس كان على طول نقول فيتمن سي وزينك وزينك مصبوط طب الزينك ليه أهمية تانية غير المناعة الزينك مهم لكل العمليات الحيوية في الجسم وكل الإنزيمات اللي موجودة في الجسم والزينك مهم لكل الخلايا اللي بتتجدد في الجسم محتاجة زينك زي الشعر الشعر بيقعوا بتجدد فمحتاجين زينك الضوافر بتقعوا بتتجدد فمحتاجين زينك خلايا الدم كلها ما أنت عندك كرات الدم الحمرة بتاعها 3 شهور والكبد بيتخلص منها ويرجع النخاء يطلع لها فزينك مهم جدا لكل العملية الحيوية في الجسم والزينك مسته داخل قلب مولتيفيت أنه أعلى تركيز 23.9 معه النحاس يعني النحاس مهم جدا لأن النحاس أنتي أكسيدنت مضد للشيخوخة من الدرجة الأولى طبعا الكورس زي ما أنا شايف على الشاشة دول يعظيمة الحالات اللي عندنا قبل وبعد والطلب الكورس طبعا برجع أقول أن شركة بايو ناتشرلز هي للوكيل الحصري لكورس بيستا إزاي نقدر نطلب الكورس طبعا أنا عندي كمان مع الكورس الأهوة الخضرة الجرين كافي اللي تكلمت عن أهمية في أول الحلقة إزاي نقدر نطلب الكورس عن طريق الأرقام اللي ظهرها على الشاشة أرقام شركة بايو ناتشرلز والحقيقة الشركة مقدمة حاجة كويسة جدا عندنا فريق طبي بيقدر يتابع الحالة يعني يقدر يتابع المريض السمنة اللي بياخدوا كورس من دي وان وده مهم قوي أن أنا أتابعه متابعة كفاءة أولا متابعة مجانية إحنا لما بني نروح للدكتور تغزية أكيد بنبقى أوقات كتير في ناس ما بتقدرش على أنها تواظب على أنها تستمر بانتظام وبيبقى ضروري منها أنها تروح فدي حاجة جميلة يعني أنا مبسوطة بصراحة بيها ودي طبعا وناس متخصصة أكيد هتوجه العميل مصبوط يعني هتقول أنت محتاج ده أو مش محتاج ده صح كده أكيد وكل بني آدم ليه كورس غير التاني لأن ممكن يبحد أوفرويت 10 كيلو ممكن يبحد أوفرويت 30-40 كيلو ممكن يبحد أوفرويت 3-4 كيلو فالكورس اللي هيستخدمه فلان غير اللي هيستخدمه فلان غير اللي هيستخدمه فلان طيب فيه سؤال بقى جايلي هنا مهم بيتقال لي أنه طب لو أنا حرقي ضعيف هل فيه جوه الكورس بتاع بيستا حاجة من مكوناته بتساعد فيه أنها تساعد أن الحرق يبقى تعلية الحرق؟ طبعا الجرين كوفير مهم جدا في نوعه يعلين معدل الحرق وداخل ألف مولتي فيت ويتمين والكروميوم اللي موجود في بيستا وألف مولتي فيت ويتمين بي هو اللي بيسعيد لي على نعلي عملية التمثيل الغذائي فبالتالي بنقدر نعلي معدل الحرق معنا طب ده كويس برضو يدان دور وكمان لازم أرجع أقول أن فيه عندنا كورس تثبيت يعني والله يعني إحنا بقى بعد ما بنوصل للوزن اللي إحنا عايزينه بيحصل إيه بقى أولا؟ ناس بتقدر تكمل من غير الكورس أن الناس اللي عندها قوة إرادة أن هي طريقة الأكل اللي كنا بيقوها اللي في ستايل اختلف اه اختلف خلاص ما ينفعش نرجع تاني اللي نحن نخسه نرجع تاني ندخن تاني لا فاللي عنده إرادة أنه هو يمشي على طريقة الكورس لأن الريدي الكورس فيه ألياف هو ده اللي كان بيخليني أحس بالشبع فاللي عنده إرادة أنه هو بعد ما بيخلص الكورس يمشي بالمعدل الأكل اللي احنا أوكي لكن أعتقد أكتر من 70% منه بيبقراته فبحتاج حاجة مساعدة فبحتاج تلكورس بتتقنن بقى بتقل النسبة ما بتبقاش ما سيأخد عدد المرات اللي كان يأخدها في الأول بالضبط هو الفريق الطبي بقى هو اللي بيتابع الكورس التثبيت اه شوفي أنا شايفاه هو احنا نشوفه في العادي إنسان طبيعي بس بوسي بعد ما خاص شوفناه حد تاني خالص اه طبعا اه طبعا اه طبعا وزي ما احنا شايفين دلوقتي شباب بيعاني من سننا كنا نسمع الأول ثم كويس انهم بيدركوا ده اللي عفاك الثقافة التغذية أو الفكر ان احنا ناخد بالنا من ده بدري مهم برضي دي ده مهم جدا يعني منرجع اقول ان السمنا مش بس شكل جمالي ان انا تخنت يو انا مش عارفة لبس مش دي مش دي يعني هو مهم الشكل الجمالي ولان الشكل الجميل هو اللي بيدينا سقاطنا بنفسنا يعني بيدينا تحيسي ان الشكل كويس ومقبول فبيبعدك سقاط نفس راح نفسي راح نفسي انت بتحيسي بساسفاكشن كده وارضة نفسي طبعا لكن انا عندي بقى دلوقتي مشكلة كمان اهم من الشكل الجمالي الصح العامة يعني السمنا باب كبير لأمراض كتيرة والدراسات اثبتت ان اي مريض سمنا بنسبة 70-80% بيجيله سكر نوعتين وبيجيله كوليسترول وبيجيله ضغط وبيجيله مشاكل في القلب ودهون سلسية فمهم ان احنا مشاكله كتير ومن سن صغير اوما لما مثلا نعدي بقى الستين والسبعين هيبقى الوضع لو فضلت انا في سمنا مفرطة وكل سنة بتعدي لا هيبقى الموضوع صعب وبعدين هيجيله مشاكل في العظم مشاكل في الضهر مشاكل في الركب الركب مش قادر تشيل كل كلهات دي صح تقولك كمان النسبة بتتضاعف يعني الكيلو في جسمي بيوازن زيادة فوق 2 كيلو على الركب حاجة كده لان كل ما بكبر في السن طبيعي ان معادل الحرق عندي بيقل وطبعا الرجالة معادل الحرق عندهم اكتر لان الكتلة العضلية عندهم اكتر احنا الستات عندنا الكتلة الدهنية اكتر ليه كده مش عارفة طبعتنا كده طبيعة فعش كده بقول مهم حتى ان احنا مش اقول لو قلت مثلا نلعب رياضة يقولك ايه بقى الستات يقولك انا لسه هلعب رياضة اصلا الوقت تبقى صعب السيدات دلوقتي بقت مسؤولة يمكن في مجهودها بقى اكتر والله من رجالة كثير صدقين حتى مسؤوليات الولاد والدروس والتمارين وغير البيت وذير شغلها اقولك الحاجة دي بالنسبة لي انا رياضة ان هي تودي ولادها للتمارين بس المهمة بقى تبقى هي حاببتي قادرة تتحرك وتروح وتينه مهم الحركة في الحركة بركة ايوه صح هو حتى اللي ما بتنزلش من البيتها اطلعي سلم ونزلي مش لازم مركب الأسانسير مش مثلا سوبر ماركت اخر الشرع ده مش لازم مركب العربية ايوه صح اتمشى في الهواء الحلوة بتاع ربنا اي تمشية بسيطة بسيطة دي بتحرك لي الدورة الدموية دي بتزبط نسبة الكوليسترول بتزبط نسبة السكر في الدم بتدعم قوة عضلاتنا بتدعم قوة عضبنا فانا مش بقول ان احنا نهري نفسنا في الجمة خالص بس امشي حتى الستات القاعدة في البيت تقوم يعني تتحرك تعمل لقدة بنفسها تتمشي في البيت تتوضب دولابها تتوضب قضيتها في حركة مهم قوي الحركة طبعا الكورس احنا شايفينه بردو قولنا بقى نحصل عليه منين والكل المحافظات يدينا سهولة في انه يوصل لأي محافظة طبعا عندنا في الشركة بياناتشاز عندنا مندوبين في كل محافظات جمهورية مصر منوصر لحد باب البيت الكورس عبارة عن بيستا بيستا المنتج المرخص من وزارة الصحة المصرية بيتاخد يا اما كيس يا اما اتنين يا اما تلاتة على حسب الحالة هو الفريق الطبي لما بيجي يكلم الكول سنتر بتاعنا الفريق الطبي هو اللي بيدي له الكورس بالزبط وارجع اقوله هو عبارة عن ألياف وعبارة عن كروميوم وفيتامين سي ما بيشتغلش على المخ ما بيدينيش خلاص هو ألياف طبيعية احنا مش عايزين حاجة أكتر من كده بس بيتاخد على مية المهم قوي ان انا اشرب مية كتير هاير دي حاجة هيتاخد قبل الواجبات الرئيسية كويس تاني حاجة عندي قادر اقول فيتامين او ألب مالتي فيد ألب مالتي فيد باخده قرس واحد بس فأول اليوم بعد الفتو عشان يخليني كده اه لانه فيه فيتامين بي فبيديني طاقة كويسة جدا مع الجرين كافي بياخد برضو قرس أو اتنين على حسب الفريق الطبي على حسب الحالة محتاجة ايه بالزبط كويس والله يا دين انا سعيدة بوجودك معي حبيبتي حبيبتي عزيزين وأتمنى يا ربا كل أصدقاءنا يجربوا فيه ناس كتير بتسأل على منتجات طبيعية وعايزة تجرب حاجة آمنة وخصوصا لأصحاب الأمراض المزمين ان في منهم ناس كتير بجد بتعاني أتمنى أن حضرتكم تجربوا قلونا كل التفاصيل وبشكر طبعا دبتي لنواريتني وشرفتني دكتور دينا أبو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرالز نوارتيني وشرفتيني بنورك يا عظيمة تسلامي وبشكر أصدقائي ومتابعين كراما خلال شاشة قناة الأهلي تحية وحب وتقدير لحضرتكم أتمنى من الله ولا يكتر على الله أشوفكم من هنا الحلقة جديدة على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة وسلام عليكم